نستمر بمحاضرتنا وصلنا الى مثال 14 بس ناخذ فرع بي فرع بي بابا هو يقول نفس الشي باستخدام معلوماتك في التفاضل ارسم منحنة دالة منطينة دالة اللي هو fx يساونة x تكعيب ناقص 6x تربيع زائد 9x ايدي نرسم منحنة دالة قلت لك هنا 6 خطوات لرسم منحنة دالة احفظها حتى تقدر تحل اي مثال او اي سؤال الخطوات رح نطبقهم مرة ثانية الخطوة الاولى ايجاد اوسع مجال للدالة قلت لك بس تباوى عليها دالة خطية متعددة الحدود اذا شنو اوسع مجال للدالة ار اذا هاي الخطوة الاولى حلية لها دالة متعددة الحدود اذا اوسع مجال الها شنو ار اثنيا ايجاد التناظر حول محور y والتناظر حول محور x قلت لك انت مسبقا انت تخلي العبارة ببالك شون يعني قلت لك إذا الأس زوجي يعني متناظرة حول Y أس فردي متناظرة حول X إذا الأس فردي وزوجي إذن لا هي لا متناظرة لا مع X ولا مع Y إذن لاحظ أنت على الدالة الدالة بها أس فردي وبها أس زوجي إذن أنت خلي النتيجة ببالك هاي الدالة لا متناظرة لا مع محمر X ولا مع محمر Y لأنها بها أس فردية وبها أس زوجية هسنا راح نثبت هذا الحدي بس أنت خلي ببالك تكتب العبارة أنه ما متناظرة ليش لأنه بيها السفردي والسوجي بس إحنا دعنا نطبق لأنه تطبيق رياضي لازم تطبق إذنه هسه نجد التناظر تناظر حول محور Y قلنا نتحقق شرط لازم F-X يساوينا الدالة هسه F-X وان الناقص X راح نعوض شكو X راح نعوض ناقص X بمكانه ناقص X تكعيب وهي X تكعيب وانه نعوض عنها ناقص X وهناي شنو X تكعيب بمكانه ناقص X لكل تربية زائد 9 مضروف فيه ناقص X هسه نبصر ناقص X الكتكعيب شنو معناها ناقص في الناقص زائد في الناقص ناقص طلعت ناقص هنا يعدي شنو ناقص X لكل تربية معناها ناقص في الناقص زائد X في X X تربية X في X بابا X تربية X تربية هذا ايكس تربي والناقص يظل كما هو هنا عندي زائد في الناقص ناقص 9 في اكس 9 اكس لو تلاحظ بابا لاحظ لي هاي اللي طلعت بعد ما عوضنا ناقص اكس هي نفس الدالة الاصلية بما انه مختلف عن الدالة الاصلية اقول اذا لا تساوي الاف اكس لا تساوي اف اكس اذا هي ما تساوي الدالة اذا هاي الدالة غير متناظرة مع محور واي لان اف ناقص اكس ما تساوينا الدالة اف اكس هذا التناظر الاول اللي قيناه غير موجود نجي التناظر مع نقطة الاصل لازم النتيجة مالتة النتيجة مالتة تساوينا هاي النتيجة لازم نتيجة مو نعوض نضرب الدالة لازم بالناقص بورا ما نضربها بالناقص تطلع نفس هاي النتيجة إذا طلعت نقول متناظرة مع نقطة الأصل وإذا ما طلعت نفسها نقول غير متناظرة مع نقطة الأصل هل سنشوف هاي عندي الدالة راح أضرب أقول ناقص Fx شنو معنا معناها الناقص راح ينضرب بالدالة كلها أقول ناقص وهاي الدالة كلها أسرى أبدأ أدخل الناقص عليه ناقص في الزائد ناقص X تكعيب ناقص في الناقص زائد 6x تربية ناقص في الزائد ناقص 9x هسا لاحظ لي هاي الدالة اللي طلعت هي نفسها هاي النتيجة ما التناظر معه محور رواي شوف عندي ناقص ناقص لكن هنا عندي ناقص 6x تربية هاي اش طلعت عندي زائد 6x تربية إذن أقول ما يتحقق الشرط إذن لا تساوي Fx Fx إذن أيضا الدالة الدالة غير متناظرة مع نقطة الأصل وأنا أساسا مسبقا قلت لك قلت لك هي لا متناظرة لا مع محور رواي ولا مع نقطة الأصل ليش لأن بيها أسفردي وبيها أسزوجي هسا افتهمت هاي الحالة بابا إذن هسا الخطوة الثانية حليناها نجي هسا إلى الخطوة الثالثة إيجاد نقاط التقاطع إيجاد نقاط التقاطع هاي الخطوة الثالثة شو نجد نقاط التقاطع أول شي نقاط التقاطع مع محور X يعني معنا هنصفر الـ X X يساوي صفر إن عوض الصفر هالوين بالدالة قلت لك كل Fx يعني مثل Fx يعني هو الـ Y يعني هو دالة نفسها X تكعيب ناقص 6 X تربية زاد 9 X بمكان كل X نخلي صفر صفر تكعيب ناقص 6 في صفر زاد 9 إذن شنو صفر يطلع النتيجة شنو صفر إذن الـ X صفر والـ Y صفر هاي النقطة الأولى خليها ببالك لأن كل ذن النقاط راح نستعمل هنبرس نجي هسه عندما الـ Y تقاطع مع محور Y معناها Y يساوي صفر نعوض بالدالة هنا الـ Y مكان كل Y يخلي هنا الـ Y يخلي صفر إذن راح تطلع X تكعيب ناقص 6 X تربية زاد 9 X هاي شون حالها أجد عامل مشترك اللي هو X أقول للـ X طلعت عامل مشترك إذن هاي راح تنقص من الـ S1 راح تصدر X تربية ناقص تنقص من الـ X ستواحد راح تصدر 6 ناقص 6 X وهناي تنقص من الـ X راح يصدر عندي فقط 9 إذن هذا العامل مشترك هسه شوال تتحلل هاي تتحلل الـ X هاي جاية نفتح قوسيا الـ X جاية من X في X وهناي زاد في الناقص ناقص ناقص في زاد ناقص التسعة جاية من 3 في 3 واضح؟ أقدر أكتبها بصورة أخرى أقول X مضربها في X ناقص لعضر كل تربية ويساوي 0 إذن إما X يساوي 0 إذن X يساوي 0 إذن النقطة راح تطلع عندي 0 وقيمة الـ Y هي 0 أو 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 X ناقص 3 لكل تربية يساوي 0 أجزرها راح تصدر عندي X ناقص 3 يساوي 0 إذن X يساوي 3 ناقص 3 تتحول بالجانب الآخر راح تصدر X يساوي 3 إذن النقطة راح تطلع لي على X طلعت 3 على Y جئت قيمتها بابا على Y طلعت قيمتها 0 أساسا إذن النقطة الثانية النقطة الثانية طلعت عندي 3 وبصفر النقطة الثانية طلعت عندي 3 وبصفر هسا الخطوة الثانية لقيناها العفو الخطوة الثالثة لقيناها نجي الخطوة الرابعة يجاد النهايات العظمى والصورة ومناطق التزايد والتناقص حتى أدقيها لازم أشتق المشتقة الأولى عندي هاي الدالة أشتقها هالفتحة X يساوي هاي اشتقاقها 3 الأس مضروف المتغير والمتغير أنا أقص من الأس وانت واحد إذن راح تصدر 3 X تربيع ناقص هاي شون الاشتقاق مالها 6 في 2 مشتقة مالها 2 مضروف في الـ X والـ X ناقص أس 1 راح تصدر X أس 1 ما يكتب الواحد إذن راح تصدر إذن راح تصدر إذن راح تصدر عندي هنا 2 في 6 12 12 X زائد 9 ثابت فيه متغير كل متغير أس 1 معناها الاشتقاق ماتة 1 إذن 9 في 1 9 إذن اشتقاق ماتة 2 هذا المشتقة الأولى أساويها بالصفر أساويها بالصفر ساويتها بالصفر هسه شنو أقسم على معامل X تربيع اللي هو 3 اللي هو 3 أقسم 3 على 3 طارف ظلت عندي شنو فقط X تربيع 12 على 3 4 ناقص 4 X 9 على 3 ظلت 3 ويساوي صفر هسه هاي المعادلة عندي أحلها أحلها بالتجربة هاي جاية شنو أفتح قوسيا X جاي من X في X الثلاثة جاي من ثلاثة في 1 الثلاثة جاي من ثلاثة في 1 هسه أقول أما X ناقص 3 يساوي صفر إذن X يساوي أن تحول ناقص 3 بالجانب الآخر X يساوي أن 3 أو X ناقص 1 يساوي صفر إذن X يساوي أن 1 هسه شنو أعوض أعوض هذن القيمتين بالدالة الأصلية حتى طلع قيم و أول شي سنعوض قيم 3 عندما X يساوي 3 و يساوي أن 3 تكعيب ناقص 6 مضروف في 3 تربيع ناقص 9 مضروف في 3 تكعيب 3 3 3 9 9 27 ناقص 3 9 9 6 54 ناقص 54 زائد 9 في 27 27 27 27 54 54 ب ناقص 54 يتروح إذن الواجهة قيمتها 0 إذن النقطة الحرجة هي 3 و 0 نعوض عندما X يساوي 1 نعوض ها بالدالة الأصلية عندما X يساوي 1 نعوض ها بالدالة الأصلية راح يصبح عندي 1 تكعيب ناقص 6 في 1 تربيع زائد 9 مضروف 1 1 تكعيب هو 1 ناقص 6 في 1 هو 1 زائد 9 عندي زائد بزائد زائد 9 زائد 1 زائد 10 ناقص 6 زائد 10 ناقص 6 من 3 1 1 2 1 وعندي فترة محصورة بين 3 1 وال 3 واضح هسا ما سأسأخر الاختبار مع أنه أخذ قيمة أكبر من 3 وازغر من 1 واخذ قيمة ضمن الفترة بين 1 وال 3 هسا هنا نحصل الاختبارات لا تنسوي الاختبارات قيمة قيمة أكبر من الحر 3 التي سأخذ 4 نعوضها وين بالمشتقة الأولى 3 مضروف في 4 تربيع ناقص 12 في 4 زائد 9 4 تربيع 16 16 في 4 48 12 في 4 أيضا 48 بشارتها ناقص زائد 9 زائد 48 ناقص 48 تروح أظل فقط عندي زائد 9 طلعت عندي زائد 9 أرجع إلى خط الأعداد هذا هو خط الأعداد طلعت عندي أكبر من الثلاثة شنو إشارتها موجبة إذا نخلي إشارة موجبة وأرسم سهم صاعد وكتب الكليشة مات بما أنه سهم صاعد إذا الدالة متزايدة في X بحيث X أكبر من الثلاثة والX تنتمي لار هسا سوي الاختبار عندي عندما الX أصغر من الواحد عندما الX أصغر من الواحد نجي هنا يا بابا عندما الX أصغر من الواحد نعوضها وين بالمشتقة الأولى إشارة أصغر من الواحد صفر ثلاثة في صفر تربيع ناقص 12 في صفر زائد 9 طلعت عندي بابا طلعت عندي إشارة موجبة أيضا إشارة موجبة إذن أرجع أيضا للرسم الإحداثي ماتي خط الأعداد خط الأعداد ماتي وشسوي السهم طلعت أيضا إشارة موجبة إذن أخلي إشارة موجبة وشسوي وأخلي السهم صاعد واكتب الكاليشو ماتي إذن الدالة متزايدة أيضا في X بحيث X أصغر من الواحد والX تنتمي إلى R هسأجع الفترة أخذ رقم ما بين الواحد وبين الثلاث ضمن هاي الفترة إش قد هم أجع الإختبار ماتي بين الواحد والثلاث شاخذ بين الواحد والثلاث ولتكون اثنيا عوضة بالمشتقة الأولى ثلاثة في اثنين تربع ناقص نعش في اثنين زائد تسعة ثلاثة في اربعة ثلاثة في اربعة نعش ناقص نعش في اثنين اربعة وعشرين زائد تسعة عندي هنا زائد اثنائش زائد تسعة هنا عندي واحد وعشرين زائد واحد وعشرين ناقص اربعة وعشرين إشارة الكبيرة خليها ناقص وأطرع اربعة وعشرين ناقص واحد وعشرين ثلاثة إذن ناقص ثلاثة إشارة سالبة إذن أرجع على رسم موالتي وأخلي إشارة سالبة ضمن هاي الفترة سالب سالب أخلي وأخلي سهم نازل وأكتب لك لشي أقول أقول الدالة متناقصة في الفترة المحصورة بين الواحد والثلاثة إذن إش طلعت عندي طلعت عندي النقطة الأولى اللي هي ثلاثة وصفر شبيهة رقم سبعة إذن نهاية صغراء محلية وطلعت النقطة الثانية اللي هي الواحد والأربعة هاية الواحد والأربعة شبيهة نهاية عظمى محلية رقم ثمانية واضح هنا اللي قيناها البابا الخطوة الرابعة كمناها نجي الخطوة الخامسة إيجاد مناطق التقعر والتحدب ومناطق نقاط الإنقلار ومناطق التقعر والتحدب شون نلقاها؟ نلقاها من خلال إيجاد المشتاقة الثانية هسا عدنا هذه الدالة واشتقيناها المشتاقة الأولى نجي نشتاقة المشتاقة الثانية شون نشتاقة؟ أقول اثنين فيه ثلاثة ستة مضروف في المتغير والمتغير نقص من أس واحد إذن يضر عندي فقط واحد ستة اكس نقص ثابت فيه المتغير والمتغير اسا واحد إذن كانوا المتغير يتحول واحد يصير يصير اثناش فيه واحد اثناش مشتاقة الثابت تسعة مشتاقة صفر إذن ما يكتب سصير عندنا المشتاقة الثانية ستة اكس نقص اثناش نقسم على معامل اكس استوى تقسيم ستة ستة على ستة فقط الآكس اثناش على ستة بها ثنين اذن اكس نقص اثنين العكس قد يصير ناقص 2 تتحول بالجانب الآخر سوف نصبح X يساوي 2 واضح إذن قيمة X يساوي 2 نعوضها بالدالة الأصلية حتى نجد قيمة Y هذه الدالة الأصلية نعوض بها بمكان كل X 2 حتى نجد قيمة Y ها هي رابع عندك سوف نصبح 2 تكعيب يعني أن تكعيب إلي 2 في 2 في 2 8 ناقص 6 في 2 4 في 6 24 ناقص 24 زائد 9 في 2 18 18 زائد 28 26 عندك موجبة بسالبة إشارة الكبيرة نخليها نطرح 26 ناقص 24 إذن ما هي ساوينا 2 إذن النقطة شيطلعت عندي 2 هاي نقطة مرشحة للانقلاب فش أسوي أخلي قيمة X هنا وأخذ قيمة أكبر من 2 وأصغر من 2 وأجي هنا أكمل الاختبار مالتي عن نقاط الانقلاب هاي بابا ناخذ قيمة أكبر من 2 ولتكون عندي 3 عوضها بالمشتقة الثانية 6 في 3 ناقص 2 6 في 3 18 ناقص 12 طلعت عندي زائد 6 إذن أرجع الخط الأعداد بابا وأخلي شارة موجبة وأخلي رمز التقعر ليش؟ لأن ما أضم موجبة يعني مقعر أجي هنا أخذ قيمة أصغر من 2 ولتكون 1 عوضها بالمشتقة الثانية F2 6 في 1 ناقص 12 6 في 1 6 ناقص 12 الشارط الكبير ناقص وأطلع 12 ناقص 6 6 وإشارة ناقص إذن أخلي إشارة سالب وأخلي رمز التحدد وكتب الكليشة هاي مات إذن الدالة مقعرة شوكت X بحيث X أكبر من الاثنين طلعت عندي مقعرة والX 10 ميلار والدالة هنا طلع عندي سالبة إن الدالة محدبة في X بحيث X أصغر من الاثنين والX 10 ميلار إذن طلعت عندي هاي الدالة شبهها النقطة 2 ب2 هي نقطة انقلاب نقطة انقلاب بها تحدد وتقع بها تقع وتحدد كمنا الخطوة الخامسة نجي الخطوة الأخيرة اللي هي رسم الدالة بس قبل ما نرسم الدالة ناخذ مرات إذن بالدالة بالرسم نضطر إلى أن نلقي نقاط إضافية حتى يطلع عند الرسم كامل فأخذ قيمة أكبر هنا إيجاد نقاط أصغر من الأثنين أكبر ناخذنا الواحد إذن ناخذ الناقص واحد أيضا حتى تطلع عندي نقطة أضافية أعوذ هين بالدالة الأصلية ناقص واحد تكعيب ناقص 6 في ناقص واحد تربيع زاء 9 في ناقص واحد تكعيب هو ناقص واحد هنا اناقص واحد تربيع يعني واحد 1 في ناقص 6 ناقص 6 9 في ناقص 1 ناقص 9 إذن طلعت عندي كلنا ناقص إذن إشارة نفسها وأجمع 9 و 1 10 و 6 16 النقطة الإضافية طلعت عندي ناقص 1 و ناقص 16 هاي بابا النقاط هنا أثبت النقاط اللي راح أرسم على أثرها النقطة إحنا أخذنا 0 ب 0 وخذنا 3 ب 0 1 ب 4 و 2 ب 2 وآخر نقطة أخذناها اللي ناقص 1 ب 16 هاي النقطة الإضافية سنتظروا مو تفيدنا القرصة لان بعد أن هذا الرسم عما يظهر مبهوم هذه هي النقاط Team 0 !! 0 ! 0 النقطة الثاني ثلاثة الرظام ممتع كان 3 2013 على X 2020 النقطة يقبل 1 وابع 4 الرقم ممتعца ماuje أس أس vis 3 sama x 3 sama x النقطة الآفية ناقص واحد هاي ناقص واحد ب 16 عالواي هس أبدي أمرر ما بين إذن النقاط يطلع عندي الرسم والتي بها الصورة وهو رسم الدالة اللي هي تخص مثال 14 فرع بي